ولنقاش انتهاكات ميليشيا الحوثي في اليمن والمنطقة بصفة عامة وتداعيات هجوم الحوثي الذي تعرض له مطار أبو ظبي بالطائرات المسيرة معنا من أمستردام عبر سكايب الدكتور عبدالباقي شمسان دكتور مرحبا بك معنا أهلا وسهلا 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 بالخير مساء حياكم الله دكتور ثمت تغير في أداء أو سلوك ميليشيا الحوثي هذه المرة تستهدف أبو ظبي بشكل مباشر والتي لم تستهدف من قبل بهذه الطريقة وهذه الصورة ما الذي تغير تجاه أبو ظبي أعتقد أن كل شيء مرسوم وفق الاستراتيجية إيرانية هي أقلت استهداف الإمارات بحيث أن الإمارات كانت عندما كانت تؤسس ميليشيات بعيدا عمل قيش الوطني عندما شكلت سلطة شرعية سلطة بديلة عن السلطة الشرعية عندما أوقفت مؤسسة الغاز ومنشأة الغاز بتكفيف موارد الدولة كانت تخدم المشروع الحوثي بحيث أنها أضعفت السلطة أضعفت عودة الدولة كل هذا كان يخدم الاستراتيجية الإيرانية بحيث أنها تضعف السلطة أكثر وتصبح الجغرافية برمتها لقمة سائغة لها أو تعزز سلطتها في الجغرافية المهمة عليها وكانت تستهدف السعودية بشكل متواصل بحيث أنها إذا توصلت إلى اتفاق ليس بين السلطة الشرعية والحوثيين لكن بين السلطة الشرعية والسعودية باعتبار أن هذه حسب رؤيتهم معركة بين السعودية ودول التحالف والحوثيين والسعودية وبالتالي تستطيع أن تتقاوز السلطة الشرعية إيران الآن أمام تحول في استراتيجيتها لأنها أصبحت السلطة ضعيفة للغاية اليمنية أصبحت إيران لديها حوار حول المشروع النومي أصبحت تريد تغيير قواعد الاشتباك بحيث رفع التصعيد سيمتد نحو الإمارات وسيربك الملاحة الدولية ويربك الاقتصاد الإماراتي بحيث توجد حل يتقاوز أي حل محلي يمني ومن هنا يصبح معالقة المسألة اليمنية في إطار التسوية الشاملة وهذا سوف تشهد الأيام القادمة ارتفاع وثيرة استهدافة الإمارات تزامنا مع السعودية مع المعارك الداخلية وهذا مرتبط بالأجندة الإيرانية ومرتبط باستراتيجيتها لكن هل يمكن لقوات تحالف أن تستمر في إنجاز المزيد من التقدم في داخل اليمن وهذا قد يؤثر على أداء الحوثي أول خطوة هي في غاية الوضوح نحن تحدثنا عليه حتى من خلال قناتكم كنا نقول أن أول خطوة لإضعاف المشروع الإيراني يبدأ بإضعاف الحوثيين أو اقتثاثهم لا يمكن للمنطقة أن تواجه هذا المشروع وظهرها مكشوف أو أمنها القومي ضعيف ولهذا أول خطوة هي عودة السلطة الشرعية والذي يتخاطب مع العالم الخارجي يصبح السلطة الشرعية حتى الآن سنلاحظ غياب لسلطة الشرعية وحضور والحوثي يريد هذا يريد أن يقول أن المعركة ليست بين الحوثيين والسلطة الشرعية التي انقلب عليها وإنما هذه معركة بين اليمنيين والإمارات ودول التحالف وهذا خطأ في كيفية تضليل الرأي العامة المعركة هناك انقلاب تم هناك تدخل وعلى دول التحالف أن تسرع في إعابة السلطة وفي وضعها في مقدمة المشهد بحيث تستطيع التعامل أستعتقد أن دول التحالف قادرة على إنهاء المشروع ولا تترك لإيران الآن أن تدخل الإمارات إذا كانت قادرة بالفعل دكتور ما الذي يمنعها من ذلك والخطر يتهددها أصبحت أمام أو تحت رحمة الطائرات المسيرة سواء السعودية أو الإمارات دعنا نكون واضحين كانت هناك تأقيل لإنهاء المشروع الحوثي نظرا للمصالح الاستراتيجية للإمارات وعدم موجود موقف واضح سعودي بمعنى أن الآن السعودية بدأت تتكشف شيئاً فشيئاً أنه تأقيل إنهاء المشروع الحوثي كان له نتائج كارثية الإمارات كانت لست بالعكس كانت تريد بقاء الحوثيين لأن مشروعها في المناطق الجنوبية يقوم والآن؟ الآن أعتقد الآن إذا السعودية استمرت يمكن للإمارات أن تتوصل إلى حلول مع الحوثيين وإذا انسحبت الإمارات من التحالف سيتكون هناك كارثة كبيرة جداً وسيكشف لأنه في المرة السابقة كانوا يقصفون السعودية ويبثون شكوك أن هناك فقوة كبيرة بين الدولتين وأن هناك تخادم هناك كان تخادم لكن ليس منسق بشكل رسمي ومن هنا الآن على السعودية أن تتقدم المشهد لأن الموقف في غاية الخطورة الآن اليوم سمير قعقا عصير رح من لبنان أصبحت المعركة في اليمن هناك حزب الله يعلن مباشرة أنه مع الحوثيين هناك سمير قعقا يدعم سلطة شرعية هناك في العراق ماليشيات تنفذ عمليات وتدعم الحوثيين وهناك يعني هذا الآن أصبحت الجغرافية العربية أو جز منها إيران تلعب بهذه الجغرافية ولديها أطراف في الداخل لذلك لا يمكن للسعودية ولا يمكن للإمارات أن تحقق أو تضع استراتيجية حماية أمنها القومي وحتى هناك من التحدث عن سوريا ولبنان أول خطوة لهذه المنطقة لأنه الآن أصبحت هذه الدول والسعودية والإمارات أول خطوة لها هو اقتصاد هذا المشروع إضعافه عودة السلطة ثم ننطلق إلى لبنان العراق طبعا تم تحويله تدريجيا من مجال عربي إلى مجال إيراني ولكن إذا ما هذه الدول شعرت أن أمنها القومي محمي تستطيع أن تدعم الجماعات في العراق وأن تستعيد العراق شيئا في شيء لكن للأسف دائما الدول العربية تتأخر كثيرا دكتور كما تعرف يعني أكلته يوم أكلة ثورة الأبيض يعني العراق أكلة والآن الدور في اليمن وغيرها من مناطق أو الدول العربية إلى أي مدى أصبح دكتور استمرار وجود ميليشيا الحوثي في أي مفاوضات سياسية تخص الحل في اليمن غير ممكن وأنه كان خطأ استراتيجيا في إدارة شؤون السياسية في ذلك الوقت دعنا هنا نشط يعني كما المجتمع الدولي وحتى الإقليمي كان يريد أن يكون الحوثيين طرف من أطراف النزاع ولهذا تغاضى عن تصنيف الأمم المتحدة للحوثيين يعني دعوتهم للمفاوضات في السويد وثم في الكويت هذا منح الحوثيين طرف من أطراف النزاع سوقهم للعالم بأنهم لديهم مشروع سلام وهم استفادوا من هذا في قولات مكوكية طويلة وهذا حتى لكسف مزيد من الوقت وأيضاً هنا خطأ آخر ارتكب المتمثل بأيضاً اتفاقية الرياض منحت المجلس الانتقالي طرف من أطراف النزاع دون أن يستكمل الاتفاقية بحيث أنه يتم دمج الجانب الأمني والعسكري لذلك الحوثيين كنا منذ البداية نقول لا يمكن لهذه الجماعة أن تشعر يعني أنت عندما تعترف به كطارة من أطراف النزاع يعني ليس هناك انقلاب ليس هناك مرجعيات دولية لهذا أعتقد أن إعادة التصنيف إلى النقطة أو النقطة صفر في غاية الأهمية الآن لأنه على دول التحالف أدركت الآن أن الحوثيين لعلها أدركت ذلك دكتور عبد الباقي شمسان أشكرك جزيلا كنت معنا عبر سكايب من أمستردام شكرا لك ترجمة نانسي قنقر